لهذا اليوم من حديث المساء مشاهدين الكرام نرى الكثير من المناظر ونتماعا فيها إلى درجة الإعجاب لنشتق منها معنى الإبداع وتحتار الدلالات في الوصف وتتشابه الصورة بالمعنى لنكتشف بأن الصورة ما هي إلا لحظة نحاول من خلالها أن نوثق اللحظات وأكيد اليوم في حديث المساء يسعدنا بأن نحن نستضيف أحد المصورين وهو المصور خالد حسان بكورة فأكيد نمسي عليه في هذه اللحظات ونقول لك مساكل خالد دائما يقال بأن الصورة عن ألف كلمة تأيد هذا الفيلم أحيانا أكثر حاليا هلأ عم تكون الصورة أكتر بكتير من الكلام مع الاحترام للكلام طبعا بس حتى الفيديو كمحتوى نحن اللي عم نحكي بعيدا عن التصوير بس كمتلقي المتلقي عم يتفاعل أكتر مع وسائل الإعلام المتحركة أو الصورة أكتر مما أنه يقرأ وهذا الشيء من شوفه شخصيا كل واحد مننا على السوشال ميديا كيف أنت بتفضل تشوف صورة مكتوبة عليها ولا بتفضل أنك تقرأ نفس النص مثلا كنص فهي العادات أو الهيومن بيهيفير هو اللي عم يتغير يا سلام طيب يعني أكيد للكاميرا يعني جانب آخر من حياتك طبعا تأخذك في زوايا كثيرة جدا لربما أنت تحتاجها في لحظات تتمر فيها في مواقف لربما أنت تنعزل مع الكاميرا أو العكاسة بما نسميها سابقا في الماضي في الإمارات يسمونها العكاسة فالكاميرا لها زاوية مختلفة في عاطفتك وقلبك خبرنا عن هذه الزاوية الحقيقة هي في إلى أكتر من منحة إذا بدنا نحكي على الجانب المعنوي اللي هو ما بحب سميه عزلة هو أكتر من أنه تواصل حتى ممكن يعني العكس تقريبا خاصة لما بتكون مسافر فرضا فأنت عم تصور فهو كتير وسيلة لأنك تتواصل مع المجتمع تتواصل مع الحضارة هناك لما أنا بدي أصور مكان لازم أعرف مش بس الطريق مثلا لازم أعرف تاريخ هذا المكان لازم أضطر أني أبحث عنه أرع عنه لحتى أعرف فهذا محتوى كتير مهم بيغني المصور بيصير أنه أكتر صحفي ما أنه مصور طبعا وطبعا بيصير يعبر عنه أو بيحاول يعبر عنه مثلا بطريقة مختلفة خلينا نقول برج خليفة فرضا إذا أنا مسافر لصور برج خليفة بتتخيل كم صورة ممكن العالم تصورة يوميا لبرش خليفة فالمصور بيضل في شيء بيتفعله يطلع هذا المكان بفرادية وتميز تماما بشيء مختلف لأنه كل العالم صورته بمختلف أنواع الكاميرات بمختلف أنواع الإضاءة فهذا دافع كتير أويلة دائما يظل المصور عم يقدم محتوى مختلف نعم خالد بالنسبة الآن لهذه الطفرة الحقيقة للتكنولوجية والتطور أصبح هناك التصوير يعني قبل الأعوام كانت تصوير بالكاميرات التقليدية العادية بالفيلم العادي لكن بعدها دخلت التصوير الديجيتال أو الرقمي الآن أصبح استخدام الهواتف أكثر تمام اختلفت الموازين طبعا طبعا ولسه لقدام الحقيقة متوقعين كتير أشياء ممكن نحن بعد عشر سنين تستضيفوني مثلا مرة تانية وكون مثلا عم صور بالنظارات واللي هو هذا عم يصير يعني هلأ بالنظارات وأمور تانية يعني مختلفة بس طبعا بده وقت هذا الشيء طبعا بيضل مثار للجدل دائما بين المصور القديم والمصور الحديث والمصور الآيباد والموبايل بالنسبة لي باختصار فيه تجربة مع هذا الشيء بالنسبة للموبايل يعني لما كنت أنا مثلا سافر كنت أحمل الكاميرات والعدسات والمعدات التقيلة كتير على ظهري وصرت لاحظ خاصة آخر سنة مع اقتنائي موبايل معين كاميرته جيدة جدا أني بالفعل أنا فيني استغني لمرحلة كتير منيحة عن الكاميرا طبعا بيرجع هذا حسب هدف كل مصور هل أنا بدي إطبع الصور هل أنا بدي استخدمها بشكل تجاري وبهالحالة أنت لازم تروح مع الكاميرات الاحترافية لأنه بتقدم لك دقة عالية أعتقد التطور الحين وصل أنه في عدسات للتصوير يعني عدسة تلبسها في عينك تصور فيها هذا تطور يعني وصل وأعتقد لما راح يتم تطبيقه في أرض الواقع ما أعتقد أنه راح نكون موجودين يعني هنا شفت هذه الأفكار بالسينما طبعا شفناها كثير وشفناها كان متقدمة أكتر بس تخيل التسارع الرقمي كثير هائل يعني ممكن لو نحكي نحن على البلوتوث مثلا قبل خمس سنين من ما يطلع كان ممكن أي شخص يقول هذا كلام يعني جدا غريب واللي هو فجأة طلع بعد ثلاث أربعة سنين وهلأ صار من الماضي مثلا ما حدا منه يعني طيب قبل أن تقلي بعض أعمالك ما الغرض من توجهك إلى التصوير الهدف اللي تتسعى لتحقيقه في هذا المجال والله الحقيقة كمان أنا بس لأنه مصور مختلف شوي كإنتاجية خلينا نقول أغلب المصورين هنين بيركزوا على منحة واحد مثلا تصوير الأشخاص أو تصوير الطبيعة فأنا أعمالي بصراحة حسب طريقة حياتي يعني إذا سافرت بصور إذا في مشروع معين مفاهيمي بصوره ففي مجموعة من الأعمال المختلفة خلينا نقول الهدف واللي برأيي أنا أجمل شيء أنه ما فيه هدف معين فأنت بتظل شغوف أنك تطلع محتوى جديد محتوى مميز وهو طريقة للتعبير عن كتير أشياء يعني تعبير عن أنه أنت كيف بتشوف هذا المشهد مثلا من وجهة نظر تاني أنا ما بدي صوره بشكل طبيعي صحيح جميل أعتقد الكاميرا تعتبر كالصديق الحقيقة للمصور لكن أكيد في تفاصيل هذه الكاميرا في قطعة تحس أن أنت يجب أن تهتم فيها خالد أكثر قطعة تهتم فيها العدسة لا مش العدسة هي السنسور اللي جوه اللي بيسجل الصورة بالفعل اللي يدخل الضوء من خلاله ويناكس طمعه هو موشور فينا نسميه بالعربي واللي أنا ما عم بعتني فيه للأسف يعني كثير سكراتشت هلأ فهذا أهم شيء يظل نظيف وأهم شيء طبعا هذا حسب سلوك المصور لازم تكون مغطاية الكاميرا خاصة بالسفر الغبار الجو بيلعب دور فهذا أهم شيء طيب نشوف بعض أعمالك الآن تظهر معنا على الشاشة ونشوف أيضا كيف ممكن تكون لمساتك يا سلام آه هاي كثبان رملية هاي من صحراء لي والجميلة الله تعرفش تذكرتني الصورة بخلفيات ويندوز آه أوكي تذكرونها يا سلام هاي كمان من صحراء لي وهي الصورة أخذت من حوالي شهر بإسبانيا لبناء كثير مشهور ببرشلونا فدائما هذا البرسبكتف أو وجهة النظر ممكن أحيانا ما تشوفها أنت بالعين المجردة هاي بالإمارات هاي بالإمارات هاي مليحة هاي منطقة اسمها المدينة المهجورة أيها المهجورة بالشارقة منطقة كثير مصيرة للاهتمام والضوو والأشياء طيب يعني أسألك في في شغلة جدا مهمة لو يعني ينا لمبنى معين لنفتها ربنا ثاني ما ذكرت برج خليفة وكنت عشر مصورين تمام وقالوا لكل واحد يلتقط صورة ولكن تكون غير مشابهة لصورة زميلة من المصورين كيف ممكن المصور يأخذ هذا المبنى بشيء مختلف عن زميلة؟ هلا بصراحة بهذا الموقف يعني إذا أنا كنت هناك بهذا الموقف صعب كثير تتفادى الخطأ يعني أنا بقول أنه قبل لازم يكون الشخص محضر لازم يشوف كل شيء صور مميزة لهذا المكان ويحاول أنه ما يطلع شيء مثله أما إذا كان بهذا الموقف خلال هذا الوقت فنوعا ما شوي صعب المعدات بتلعب دور أحيانا مثل عدسات كثير مثلا عريضة أو عدسات كثير قريبة نوعا ما بتلعب بس بالنهاية هي نظرة المصور فهمه للضوء يعني الضوء هو أساس التصوير بعيدا عن الموبايل والكاميرا هو بيسموه تصوير الضوئي لأنه إذا ما في ضوء ما في صورة طبعا فاختيار الضوء الوقت الزاوية هو أهم شيء لنطلع محتوى مختلف إذا أعتقد خالد أخذت منحنة آخر فأخذت موضوع التعليم وورش العمل العمل التخصية في تعليم التصوير أعتقد هو منحنة آخر أخذ خالد كأستاذ وكمعلم أنا بحب بسميها هي ورشة عمل لأننا نشتغل مع بعض وحيانا كثير أنا بتعلم منهم أكتر ما أنا علمهم اشتغلت مع أطفال اشتغلت مع عرب أجانب محليين يعني بشكل عام دائما لما بنشتغل على أي شيء ولو يعني بسيط بس إلو علاقة بالفن فبيصير في تواصل بنتعلم منهم هنين كيف بيشوفوا خاصة متما تفضلت الزغار اللي هنجين مثلا اللي بعدنا أحيانا مستغرب كيف يعني ما منحب نقيدهم أنه صور بهذه الطريقة أو استخدم هذا الأسلوب بتلاقي هنين لحالهم عندهم أفكار جديدة حتى علينا مثل ما أفكارنا جديدة علي أكبر منا وهكذا طبعا شيء كثير له علاقة بالتواصل والكوميونيكيشن وأنا بلاقيه كثير ممتع وممتع أني أنا إنقل تجربتي لأشخاص تاني بدون ما يضطروا أنه يمروا مثلا ببروسيس طويلة كثير يا سلام أنا صراحة خدت دورة أساسيات التصوير وأكثر شيء شد انتباهي هو الـ Slow Motion تصوير البطيء نعم تماما كنت أحصل متعة وكان المدربة ذكر يبيلنا تفاحة وصندوق ماي زجاج ويفرد تفاحة ونحن نأخذ اللقطات فكان شيء رهيب يعني التصوير فعلا عالم مختلف عالم يمكن تشوف فيه جانب آخر من حياتك ومن شخصيتك يا عاشا إذن شاء الله تكوني مصورة في المستقبل أنا تصويري فقط يعني الآن صاير يعني ما يتعدم رحل سيهاتف يعني في مجال الأخراج في جانب معين فيختص أنا أيوة عندي مجال الأخراج لكن تصويري يعني أهملت هذه الهواية الحقيقة أهملت كثيرا هاي الشاطئ قريب والكاميرا هور نشوفت مكان راجي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ليش ممتاز إذن أستاذ خالد حسان شكلك كل الشكر على هذا اللقاء ويعني استعيدين بأن بالفعل تعرفنا على زوايا مهمة من حياتك ويعني أمور جميلة بأن تكون يعني يكون للإنسان موهبة وأن يكون للإنسان شغف معين في وممتاز